لا تبرح السلطة القائمة في العراق أزمة إلا وتفتح أخرى مثلها وأشد منها في مكان آخر عمليات التجريف والتهجير التي تمارسها الميليشيات في قرى المقدادية منذ أسابيع أحدثت مثيلتها في بغداد على يد القوات الأمنية الحكومية جهاز مكافحة الإرهاب بدأ بتجريف أراضي وممتلكات المواطنين في منطقة البكرية التابعة للغزالية غربية العاصمة بغداد في تنفيذ عملي لتهديدات سابقة بالاستلاء على تلك الأراضي الأزمة التي أثيرت منذ أشهر عادت اليوم إلى الواجهة حيث تفاجأ الأهالي بجرافات جهاز مكافحة الإرهاب وهي تعمل عملها في أراضيهم على الرغم من الإعلان عن اتفاق مع الجهات ذات العلاقة على الإيقاف الكامل لأي عمليات تجريف إثر تشكيل لجنة للوقوف على حلول لهذا الموضوع ويؤكد أهالي البكرية أن القوات الحكومية قامت بتجريف بساتينهم رغم امتلاكهم سندات التمليك الطابو لاستثمارها زراعيا بحسب القوانين النافذة كما أن أراضي المنطقة لا تزال مشمولة حتى الآن بالحصص المائية من قبل وزارة الموارد المائية وإجازات البستنة من وزارة الزراعة عمليات التجريف الجديدة أثارت ردود أفعال ناقمة في أوساط المجتمع العراقي بعد أن التزمت الجهات الحكومية الصمت في تبرير موقفها من تجريف تلك الأراضي بينما هدد جهاز مكافحة الإرهاب بإقامة دعاوى قضائية ضد الرافضين لعمليات الاستحواذ على أراضي تابعة لمواطنين وتنفيذ مشروع استثماري لبناء وحدات سكنية وتوزيعها على منتسبية الجهاز ويؤكد ناشطون أن ما تقوم به القوات الحكومية هو عملية تغيير ديمغرافي ممنهج عبر تهجير مئات العائلات من أهالي البكرية والاستيلاء على أراضي هي ملك لهم منذ أكثر من مئة عام في تعد واضح على حقوق المواطنين وقتل لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تمثل واحدة من أهم سلال بغداد الغذائية ترجمة نانسي قنقر